ازيكو يا حبابي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بما ان بقى الفاكهة متوفرة عندنا في السوق الحمد لله وعلى صعرها مناسبة هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة كوكتيل فواكه بالفاكهة الموجودة عندك في البيت انا متوفر عندي الحمد لله عندي خوخ ماشي لونه جميل جدا يا جماعة عندي مش مش برتقان طفاح اناناس ودي فرولة على موز ماما كانت مفرزة في الفريزة انا طلعت كيس هبدأ ان انا اقطع الفاكهة دي دلوقتي ايه على حسب ما انت تحبي التقطيع اللي انت عايزها ماشي التقطيع هنا يا حباب قلبي هوت مقطع شرايح ومكعبات ماشي الشرايح دي ان انا هزين بقى في الاخر اقطيع برضو على حسب ما انت عايزة دي اللي هناك دي في اتنين فرولة كده اخدتهم وقطعتهم ده انا ناس دلوقتي هبدأ ان انا اضربه في الخلاط اه بدون ميا يا جماعة انا اضربه بدون ميا وحطي حطي سكر على حسب الرغبة بتاعتي انا حطيت معلقتين سكر ودي فرولة كمان هضربها في الخلاط برضو السكر على حسب ما انت عايزة بس بلاش ميا عشان القوان بتاعه يطلعت ايه لزي ما انت ما شايفة كده عشان تبدأ تعمل معيها الطبقات بتاعت العصير نبدأ بقى دلوقتي ايه نحط العصير والفاكهة بتاعتي بدأت حطيت الفراولة بعد كده هبدأ احط قطع الفاكهة زي ما انت ما عايزة بقى تختاري اي حاجة انت عايزها برضو لو عندك موز ممكن تحطيه بس انا ما كانش عندي اي فاكهة يا حبيبتي متوفرة عندك في البيت بتعملي بيها وكمان عايز اقول لك مثلا ولادك ما بيحبوش اللي ياكلوا الفاكهة كده ممكن تعملها لهم عصاي تعمل لهم كوكتيل زي ده كده هيحبوها بوسوا الطبقات يا جماعة تنسيش بقى تحط اللايك واللي مش مشترك في القناة اشترك يا جماعة عايزة تعملي طبقات اكتر من كده بردك ممكن تعمليها بتحطي بقى كمية بتحطي كمية العصير اقل من دي بس اهم حاجة في العصير عشان يطلع تقيل ويعمل معاك الطبقات دي ان هو يا جماعة منحطش عليه مياه واحنا بنضربه في الخلاط ده هنا قلت ماكسر اللون الاحمر وحطيت الشراح بتاعت المشمش عايزة تعملي في كاسات تحطي الكوكتيل بتاعك في كاس عادي تحطي في طبق زي الجنب الكوبات دي انا حط فيه دلوقتي ده وتعادي تحطي في كوبات زي دي عادي برحتك والسكر اللي بتحطيه انت بتضرب الفراولة والعصير بتاعك على حسب الرغبة اللي انت عايزها على حسب ما انت بتحبيه مسكر او نص نص برحتك هبدأ ان انا برضو عامله في الطبق ده هنا حطيت الانانس الاول كنت بقلوك يا جماعة ان انا معايا بردقان بس انا قطعت وكالته محطتهش على الله على الكوكتيل يعني ما دقيتش ان هو له مجالي يعني ان هو يتحض بعد ما قطعت وكده كالته يعني اللهم صلي والسلام وبارك على سيدنا محمد بصي بقى الطبقات يا جماعة على فكرة مفيد جدا للاطفال مفيد جدا للاطفال اللي مش بتحب تقول الفاكهة كده وباي فاكهة عندك تقدر ان انت تعمليه باي فاكهة متوفرة عندك تقدر ان انت تعمليه ترجمة نانسي قنقر هبصوا بقيا يا جماعة. بصوا الطباط. ممكن برضو بتقسميه بالنص كده. يعني تقسميه بالنص كده شكل لون ولون. ده هنا كانت الفراولة خلصة تروح تجاه حتى الألاناس وباقي الفاكهة الفضلة معايا. تنسيش بقى في اللايك واللي اشتراك في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد. واي ملحوظة يا جماعة واللي هلي في الكومنتات. وان شاء الله يعني بنبدأ نحسن برضو يوم بعد يوم يعني. تنسيش تدعو بقى الماما في الكومنتات ربنا اقومها بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.